نهاردة جي حكاية مهمة جدا نهاردة وليد الرقراكي المدير الفني للمنتخب المغربي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة جنوب أفريقيا اللي اتمنى فيها ان شاء الله للمنتخب المغربي كل التوفيق سألوه عن خروج منتخب مصر وكالعادة وليد الرقراكي أول ما بيتكلم بيبقى فيه أراء مؤيدة وأراء معرضة لمقاله أنا أقول لك الأول قال إيه؟ وهقول لك رائعي بعد كده هو قال إقصاء مصر من كأس الأهم الأفريقية حاجة ما تهمنيش بس بالتأكيد بالتأكيد نشعر بالحزن بسبب خروجهم لأنهم في نهاية المطاف إخوتنا إخوتنا لكن اللي يهمني هو منتخب المغرب قال كمان أنا شخصيا ما بفكرش في اللعب من أجل راية العرب أنا وأنا مدير فني للمنتخب المغربي بفكر أن أنا ألعب للمنتخب المغربي من أجل المغرب ففي ناس قالت لك إلحق يعاني بيقول لك ما يهمنيش مصر لأ هو الراجل قال أنا ميهمنيش مصر عشان أنا مدير فني للمنتخب المغربي بس قال لك أكيد زعلانين على خروج منتخب مصر عشان هم أخوتنا ما تكملتش يعني إلحق بيقول لك ما يهمنيش مصر ما بيقول لك ده إحنا أخوات هو واحدة واحدة بس يقول لك إلحق أنا ميش دعو بالعرب أنا يهمني المغرب ماهو يعني هو لما المغرب بتكسب فالعرب بيكسبه فهو مركز مع المغرب مش هركز مع العرب كلهم عاملت أنت الصرحات اللي إيه اسخب بقى الراجل يعيش في أوروبا طرق عمره فإحنا دايما العاطفيين إحنا هناك عرب إلحق ده ما قالتش العروبة ما هو لأ بقى أكيد بيحب العرب برضه ولما المغرب بتكسب هو نفسه لما كفكس عامك بيقول إحنا شرفنا العرب لما كسبنا بس هو عايز يركز مع المغرب مش هركز مع كل منتخبات العربية طبيعي ولو مدرب منتخب مصدر عليك الميتندول هو صح ولو مدرب منتخب تونس تلع عليك الميتندول هو صح وهكذا يا فأنا مش بشوفش تفصحات أبدا ولدرك فيها مشاكل بسراحة دي حكاية